كان شيء طبيعي جداً أنه يتميز عصر جعفر والي اللي هو بدأ مع توليه على مدار 18 سنة من رئاسة الأهلي أنه الأهلي حقق رقم كبير جداً من البطولات وصلت إلى 28 بطولة في الفترة رئاسة جعفر والي 28 بطولة دول يعتبروا 20% من إجمال البطولات كرة القدم اللي حصل عليها الأهلي على مدار تاريخه لغاية النهاردة إيه هي بقى البطولات دي 28 بطولة دول 10 كاس مصر 6 كاس السلطان 12 بطولة القاهرة 28 بطولة هي بالزبط عدد البطولات اللي خدتها كل الأندية وكان أقرب نادي للأهلي برقمه الكبير كان نادي المختلط كان فاز بعشر بطولات بس طب لو سبنا كرة القدم وشفنا بعض النمازج في الألعاب الأخرى هنكتشف إن إسحاق علمي الذي كان عضو من الاتحاد الدولي لسباحة المسافات الطويلة هو كان سباحا في النادي الآلي وأول من عبر المنش سنة 28 مصر استطاعت أن تحقق أول ميداليا أولمبية وكان بطلها هو البطل الأهلاوي سيد نصير بطل رفع الأسقال بطلنا سيد نصير يعني الفائز بزهبية 1928 هو ابن من أبناء الأهلي وبعد كده بقى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في النادي الآلي ترجمة نانسي قنقر